حصل المرشح المحتمل لانتخابات رياسة الجمهورية لعام 2024 رئيس حزب المصرية ديمقراطية الاجتماعية فريد زهران على عشرين تسكية من أعضاء مجلس النواب ليكون بذلك قد حصل على النساب المنصوص عليها في القانون ويكون تعييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب لراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعدوه الهيئة الوطنية للانتخابات ويجب أن نتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح والشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة وإكرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت هذا التوقيع يثبت بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيقي بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق اشتركوا في القناة